أعلن وزير البترول والسروة المعدنية طارق الملة توصيل الغاز الطبعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبعي للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقا للبرامج الزمنية المحددة وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبعي لـ 98 قرية وجاء تنفيذ الشبكات الأرضية لمائة قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المسحي لمائة و42 قرية